اشهد ان لا Gerry إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان لا إليه إلا الله اشهد ان محمد رسول الله الابناء جنس بيعني فيها البناء جنس مويدوني موسيقى موسيقى كارثة المغرب تعليق أمريكي على خطورة مركز زلزال مراكش زلزال المغرب مقاطعة توثق لحظات الرعب لمئات القتلى وسقوط الأبنية السلام عليكم لطفا قبل أن نبدأ لا تنسوا أن تعطروا فمكم بالصلاة على النبي ولا تنسوا أن تضغطوا لايك واشترك في القناة وتفعيل زر الجرس مساكم بالخير عندنا ساحب على ميد جوال 14 برو ماكس وساحب على ميد ألف جنيه مصري كل الشروط تتفرق على 30 فيديو 70 على قناة كورا شراب وتكتب تنفيذ تعليقات على 30 فيديو وتشترك في القناة كارثة المغرب تعليق أمريكي على خطورة مركز زلزال مراكش قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة السبت يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز على بعد حوالي 70 كيلو مترا 43 ونصف ميلا جنوب مراكش وأضافت الهيئة إن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة عندما وقع الساعة الحادية 10 و11 دقيقة مساء بالتوقيث المحلي الثانية والعشرين فاصل 11 دقيقة بتوقيث جرينهيتش مع حزة استمرت عدة ثوان ولفتت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق 18 كيلو مترا أحد عشر ميلا تحت سطح الأرض في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق ثماني كيلو مترات خمسة أميال وتابعت يعتقد أن زلزال لشبونة عام 1755 قد وقع داخل أو بالقرب من صدع تحويل جزر الأزور وجبل طارق الذي يحدد الحدود بين الصفائح الإفريقية والأوراسية قبالة الساحل الغربي للمغرب والبرتغال وجاء في بيان للوزارة السبت إلى حدود الساعة السابعة صباحا سجلت 632 وفاة و329 إصابة من بينها 51 إصابة خطيرة زلزال المغرب مقاطع توثق لحظات الرعب لمئات القتلى وسقوط الأبنية قال المعحد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن هزة أرضية بلغت قوتها سبع درجات على مقياس ريختار ضربت المغرب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت بإقليم الحوز وسط غرب حسبا ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل وشعر سكان المملكة بالهزة الأرضية التي استمرت حوالي دقيقتين موثق نشضاء على إكس خروج المواطنين من منازلهم إلى الشوارع خوفا من ارتدادات للهزات الأولى وقال المركز على منصة إكس قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة كارثة المغرب تعليق أمريكي على خطورة مركز زلزال مراكش قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة السبت يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز على بعد حوالي سبعين كيلو مترا ثلاث واربعين ونصف ميلا جنوب مراكش وأضافت الهيئة إن قوة الزلزال بلغت ستة فاصل ثمانية درجة عندما وقع الساعة الحادية عشر واحد عشر دقيقة مساء بالتوقيت المحلي الثانية والعشرين فاصل أحد عشر دقيقة بتوقيت جرينهيتش مع حزة استمرت عدة ثوان ولفتت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق ثمانية عشر كيلو مترا أحد عشر رميلا تحت سطح الأرض في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق ثماني كيلو مترات خمسة أميال وتابعت يعتقد أن زلزال لشبونة عام 1755 قد وقع داخل أو بالقرب من صدع تحويل جزر الأزور وجبل طارق الذي يحدد الحدود بين الصفائح الإفريقية والأوراسية قبالة الساحل الغربي للمغرب والبرتغال وجاء في بيان للوزارة السبت إلى حدود الساعة السابعة صباحا سجلت 632 وفاة و329 إصابة من بينها 51 إصابة خطيرة زلزال المغرب مقاطع توثق لحظة الرعب لمئات القتلى وسقوط الأبنية قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن هزة أرضية بلغت قوتها سبع درجات على مقياس ريختار ضربت المغرب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت بإقليم الحوز وسط غرب حسبا ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل وشعر سكان المملكة بالهزة الأرضية التي استمرت حوالي دقيقتين ووثق النشضاء على إكس خروج المواطنين من منازلهم إلى الشوارع خوفا من ارتدادات للهزات الأولى وقال المركز على منصة إكس قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة كارثة المغرب تعليق أمريكي على خطورة مركز زلزال مراكش قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن مركز الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة السبت يقع بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز على بعد حوالي سبعين كيلو مترا ثلاث واربعين ونصف ميلا جنوب مراكش وأضافت الهيئة أن قوة الزلزال بلغت ستة فاصل ثمانية درجة عندما وقع الساعة الحادية عشر واحد عشر دقيقة مساء بالتوقيت المحلي الثانية والعشرين فاصل أحد عشر دقيقة بتوقيت جرينهيتش مع حزث استمرت عدة ثوان ولفتت إلى أن مركز الزلزال كان على عمق ثمانية عشر كيلو مترا أحد عشر ميلا تحت سطح الأرض في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق ثماني كيلو مترات خمسة أميال وتابعت يعتقد أن زلزال لشبونة عام الف وسبعمائة وخمس وخمسين قد وقع داخل أو بالقرب من صدع تحويل جزر الأزور وجبل طارق الذي يحدد الحدود بين الصفائح الإفريقية والأوراسية قبالة الساحل الغربي للمغرب والبرتغال وجاء في بيان للوزارة السبت إلى حدود الساعة السابعة صباحا سجلت ستمائة واثنين وثلاثين وفاة وثلاثمائة وتسع وعشرين إصابة من بينها واحد وخمسين إصابة خطيرة زلزال المغرب مقاطع توثق لحظات الرعب لمئات القتلى وسقوط الأبنية قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب إن هزة أرضية بلغت قوتها سبع درجات على مقياس ريختار ضربت المغرب في الساعات الأولى من صباح يوم السبت بإقليم الحوز وسط غرب حسب ما سجلته الشبكة الوطنية لرصد الزلازل وشعر سكان المملكة بالهزة الأرضية التي استمرت حوالي دقيقتين ووثق نشضاء على إكس خروج المواطنين من منازلهم إلى الشوارع خوفا من ارتدادات للهزات الأولى وقال المركز على منصة إكس قد تحدث هزات ارتدادية في الساعات والأيام المقبلة والآن أعزاء المشاهدين أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات ما هو سبب زلزال المغرب؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا وفي النهاية أتمنى منكم بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة لا تنسوا الصلاة على النبي